تقلبات حرارية متوقعة هذا الأسبوع بين أيام تشبه فصل الصيف وأيام أخرى خريفية التفاصيل في النشر الأسبوعية بعد هذا الفاصل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري متابعينا الكرام في الأردن أصعد الله وأوقاتكم بكل الخير إليكم نشرت الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر شهر تسعة المتوقع أن تشهد به مملكة أجوان مستقرة إجمالاً مع ارتفاعات على درجات حر بالمقارنة عما تأثرت به المملكة يوم الجمعة والانخفاض الذي حدث مبدأ هذه النشرة بتوقعات الأحوال الجوية اليوم الأحد المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة مع نشاط في سرعة الرياح الجنوبية الشرقية ناتج عن امتداد لما يسمى بمنخفض البحر الأحمر الذي لا يؤدي طبعاً إلى انخفاض إنما يؤدي إلى ارتفاع كونه هذا منخفض جوي مندفع من مناطق شبه الجزيرة العربية كما نراحض غداً درجة حرارة في العاصمة من 30 درجة موية تصبح الأجواء أقرب إلى الصيفية من كونها خريفية 28 درجة موية في جبال الشراء 37 درجة موية في العقبة 31 درجة موية في إمعان والبادية الجنوبية 32 درجة موية في إربد وإيضاً تصل إلى 30 درجة موية في المنطقة الشرقية بعض الغبار والأنتبه المثارة متوقعة في الأجزاء الجنوبية الشرقية من المملكة وخاصة فيها الطرق الخارجية يوم الأثنين يطرأ انخفاض على درجات حارة وكما تحدثنا سابقاً هذه ميزة فصل الخريف إذ هناك يكون انقلابات جوية وحرارية كبيرة بين الأيام خلال فترة فصل الخريف كما نراحض 26 درجة موية يوم الأثنين في ساعات النهار تهبط إلى 16 درجة موية في ساعات النهار وبالتالي الأجواء تصبح مائلة للبرودة ليلاً في بعض الغناطق 29 درجة موية في إربد 23 درجة موية في جبال الشراء 29 درجة موية في البادية الجنوبية وتصل إلى 35 درجة موية في العقبة وتكون 34 درجة موية في المنطقة الشرقية من المملكة وتكون حتى الأجواء باردة نسبياً نوعاً ما فوق جبال الشراء في ساعات الليل يوم الثلاثاء المزيد من الانخفاض على درجات الحارة تصل إلى 24 درجة موية في المنطقة الوسطى بما فيها العاصمة مع ظهور بعض الصحب والغيوم 27 درجة موية في المنطقة الشمالية و22 درجة موية في جبال الشراء وأيضاً 28 درجة موية في البادية الجنوبية 33 درجة موية في العقبة و31 درجة موية في المنطقة الشرقية الأجواء تكون يوم ثلاثاء خريفية معتدلة في أغلب ومختلف مناطق المملكة مع ظهور بعض الصحب والغيوم المنخفضة خاصة في ساعات الصباح يومها الأربعاء ارتفاع طفيفة درجات حرر مع استمار الأجواء الخريفية في معظم مناطق المملكة تصل درجات حرر إلى 25 درجة المؤوية في العاصمة عمان 28 درجة المؤوية في إربد والمنطقة الشمالية 23 درجة المؤوية في جبال الشراء 28 درجة المؤوية في البادية الجنوبية 31 درجة المؤوية في المنطقة الشرقية وتكون تقريبا حوالي 34 درجة المؤوية في خليج العقبة والمنطقة الجنوبية يومها الخميس تعاود درجات حرر بالارتفاع مجددا نتصل إلى تقريبا 27 درجة تنمؤية في العاصمة عمان وتقريبا ما بين 29 و30 درجة تنمؤية سواء في البادية الجنوبية أو البادية الوسطى وتسعى 29 درجة تنمؤية في المنطقة الشمالية 24 درجة تنمؤية في جبال الشراء وتكون حوالي 35 درجة تنمؤية في العقبة و33 درجة تنمؤية في البادية الشرقية نصبح الأجواء مائلة للدفع طبعا نهارا مع استمرار التقس والطابع الخريفي بشكل نختم هذه النشرة الجوية الأسبوعية بيوم الجمعة إذا توقع أن توعي درجة حرارة ارتفاحها من جديد تخترقين الأجواء مكونها صيفية أكثر مكونها خريفية يوم الجمعة المقبلة لكنها تكون طبعا بشكل عام معتدلة في ساعات الليلة 28 درجة تنمؤية العظمى في العاصمة عمان 30 درجة تنمؤية في إربد و26 درجة تنمؤية في جبال الشراء تصل إلى حوالي 36 درجة تنمؤية في البادية الجنوبية و35 درجة تنمؤية في المنطقة الشرقية إذن هذا كان كل ما دينا بالشأن طبعا توقعات الأحوال الجوية لهذا الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الذي يتوقع أن يكون هناك تباين حراري كبير خلال هذا الأسبوع ما بين يوم وآخر وهذه الصفة الأساسية والميزة لفصل الخريف دمتم دماء بخير ومحبة إلى اللقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة